نحتاج في هذه الظروف الصعبة لأنشطة مختلفة تجدد الحياة وتزيل التوتر ويعتبر الرسم والتلوين أحد الأنشطة المهمة للتخلص من هذا التوتر النفسي ونخص بالذكر هنا فن الماندالة الشهيرة التي تتطلب التركيز في التفاصيل واستخدام ألوان كثيرة فن الماندالة هو عبارة عن تصميم رسومات معقدة غالبا ما تكون دائرية الشكل وكلمة الماندالة تعني الدائرة في اللغة السينسيكريتية وهو فن يعود للثقافة الهندية ويقوم على النقش الدقيق والمتوازن والمكرر ويعد أحد طرق تفريغ طاقة الحزن والغضب ويستخدم للتخلص من التوتر العصبية ويعتمد فن الماندالة في الأساس على وجود نقطة مركزية في منتصف الرسم والتي تنبثق منها كل الرسومات الأخرى والأشكال الهندسية التي يتم إدراجها في الرسم ويطلق على فن الماندالة اسم فن البهجة لأنه حسب أخصائي الإرشاد النفس يدخل البهجة والفرحة على النفس كما ويدخل ممارسه بالكامل في اللوحة الفنية بحالة من التوازن النفسي ويساعده على الاسترخاء الذهني وإن رغبت في فترة العزل المنزلي باكتناز الفرصة لتعلم هذا الفن والشعور بالسلام والخروج من الملل هناك العديد من المواقع على الشبكة العنكبوتية ستساعدك في التعلم ترجمة نانسي قنقر